اشتركوا في القناة وخبراء يؤكدون ضرورة الانخراط في خلق الحيوية الاقتصادية ومئات القتلى والمصابين في هجوم على مسجد شمال سيناء والرئيس المصري يتوعد بالرد عبر قوة غاشرة متصف الليل من تونسانا بكم عرضت هيئة الحقيقة والكرامة خلال جلسة الاستماع العلانية المنعقدة مساء الجمعة والمخصصة لما بات يعرف بأحداث الرشب سليانة تقريلا مصورا في الفترة الفاصيلة بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الاثنتين عشرة والفين عرضت فيه نتائج تحقيقات قامت بها وحدة تقص أرسلت الهيئة إلى المنطقة حيث أجرت دراسات باليستية في الغرض واستمعت للضحايا والفاعلين السياسيين وقتها وخلصت الهيئة بالعودة إلى الشهادات التي استقتها إلى أن قوات الأمن لم تحترم ما ورد في القانون عدد أربعة لسنة تسع وستين وتسعمائة ألف المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاستعراضات والتجمهر وما جاء في مدونة قواعد السلوك العمومية التي تنص على طرق تفريق التجمهر وأكد عدد من المتضررين خلال جلسة استماعاً علنية للمرة الأولى لضحايا احتفى الرش ولعدد من المنسوب إليهم الانتهاك أكدوا أنهم ليسوا ضد المصالحة وإنما طالبوا برد الاعتبار والتعويذ لهم جراء الضرار التي لحقتهم صدق نواب البرلمان مساء الجمع على مشروع ميزانية المحكمة الدستورية الوريدة بالباب الحادي وثلاثيم ميزانية الدولة بمئة وصوت واحد دون احتفاظ أو اعتراف حيث قدرت اعتماداتها بأربعة ملايين وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف دينار وأثار رفض وزير العدل منقاشة مشروع ميزانية هذه المحكمة مع النواب نظراً لعدم إعدادها من قبل وزارته جدلاً فيما بينهم بين من دعا إلى تصويته على الاعتمادات مباشرة باعتبار اعتمادات أولية وبين رافض لذلك ومطالب بمنقشتها مع وزير المالية باعتبار الجهة المانحة للاعتمادات صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على ميزانية وزارة شؤون الخارجية لسنة ثمانية عشرة والفين بمائة وثمانية وثلاثين صوتاً واحتفاظ أربعة ومعارضة أربعة عشر خارجين تقدر ميزانية وزارة شؤون الخارجية بمائتين وأحد عشر مليون دينار فاصل ثلاثمائة وأربعة وعشرين ألف دينار بزيادة نسبتها ستة فاصل ثمانية بالمئة مقارنة بالميزانية الحالية وهي موجهة لتغطية نفقات الإدارة المركزية وتسعين بحثة دبلوماسية ودائمة وقنصلية يعمل فيها ألف وخمسة أعوان ملاحظات النواب وتقييمهم للميزانية التقت عند محدودية حجمها مقارنة بالتحديات المطروحة على هذه الوزارة هذه اعتمادات لا تسمح بتحقيق دموحات الدبلوماسية التونسية وليس معقولة لليوم نقاو سفارات تمثل تونس في الخارج تكون في سوريا تمثيل سوري ومباني في حالة رثة الميزانية هذه ما تمكنش أيضا من العمل أو تنظيم المناسبات لإقامة العلاقات اللازمة وتطوير العلاقات الدبلوماسية مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية كانت فرصة للنواب لإبداء ملاحظاتهم حول عدد من المسائل اشتر أولادنا طايع في البحر ولا واحد حتى المواطنين اللي يمشوا غادي ما يلقوا حتى يد العون ولا المساعدة للعثور على أبناهم أو أشكون يلهابهم حبوا نعرفوا مذكرة الاتفاق هذه انتها 15 مائة 2015 اللي خاصة بتعويذ الأمريكا على الهجمة اللي صارت في سبتمبر 2012 تصنيف بعض الدول وبعض الهياكل اللي احنا عضا فيها لبعض المنظمات تصنيفها كمنظمات إرهابية منظمات هذه اليوم عندها ارتباطات بالدولة التونسية تونس شنوه بش يكون موقفها من هذه التصنيفات كما أكدت بعض المداخلات على ضرورة احترام السيادة الوطنية في إبداء المواقف أو اتخاذ قرارات في علاقة بالديبلوماسية التونسية وبالتحالفات تونس لا تنتمي لأي محر السياسة الخارجية لا تبنى على الاديولوجيا لا تبنى على شعارات السياسة الخارجية تحددها مصالح تونس وتونس أولا وقبل أي طرفين ونحب نأكد هنا أن مواقف تونس تأخذ باستقلالية تامة جلسة المصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية كانت فرصة للنواب للدعوة إلى تحيين بيانات الكفاءة التونسية العاملة بالخارج للاستفادة من خبرتها وتقديم الدعم اللازم لكتابة الدولة للديبلوماسية الاقتصادية ولديبلوماسية البرلمانية فيما عبر عدد من النواب عن ارتياحهم لمواصفه بالمواقف المعتدلة لوزارة الشؤون الخارجية إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا باستثماء موقف الجبهة الشعبية التي وصفتها بالديبلوماسية الصامتة إزاء بعض القضايا من بينها الأزمة في اليمن أعرضت في ورشة عمل بالعاصمة نتائج تقرير ميداني حول واقع الحرية الاقتصادية في تونس التقرير صنف تونس في المرتبة السابعة عشرة بعد المئة وأوضح العوائق التي حالت دون تقدمها يصنف التقرير الميداني حول واقع الحرية الاقتصادية تونس في المرتبة السابعة عشر بعد المئة من أصل مئة وخمس وستين دولة ترتيب متدن لا يعكس وفق التقرير الإمكانات التي تسخر بها تونس في المنطقة والخسائر التي تكبدتها جراء عدم انخرطها في منظومة الحرية الاقتصادية هذا المؤشر الذي يعني وفق دوغلاس نورث الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1993 الأسواق الناجعة التي لا تولد الرفاها الاقتصادية فحسب وأنما تتعداه لتثبيت الديمقراطية والحد من المطلبية تحديات تواجهها تونس عندما أنظر إلى الترتيب العالمي للحرية الاقتصادية ألاحظ أن البلدان التي تنعم بالرفاها هي البلدان التي بها حرية اقتصادية لذلك من الأهمية بمكان أن تنخرط تونس في خلق الديمقراطية الاقتصادية لأسواقها تونس لديها في منطقة منظومة قانونية اقتصادية موتطويرة لكنها ليست مفاعلة على الوجه الأكمل الحرية الاقتصادية لابد من تمكينها للجميع حتى يشعر الناس بالمساوات المسائل التي توقف عندها التقرير والتي تعيق مناخ الحرية في مجال الأعمال والاستثمار اعتبرها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري مؤشرة يمكن تحسينها وهو ما شرعت الحكومة فيه بأحداث هيئة عليا للاستثمار تدخل حيز العمل في الأسبوع القادمة وضبط قائمة تكون فيها الحرية الاقتصادية مبدأاً والترخيص استثناء قائمة السلبية التي تخليها أن الحرية الاقتصادية في إنجاز المشاريع الاقتصادية هي الأصل وأن الحصول على الوخصة هو الاستثناء القائمة التي نشتغل عليها والتي إن شاء الله تكون في أول 2018 جاهزة القائمة هذه مش تمكننا من أنه نضبط القطاعات الاقتصادية التي يشترت لممارستها الحصول على رخصة وتكون قائمة صغيرة وتقعد أغلبية القطاعات اليوم ممارستها بدون رخصة مما يسهل القيام بالأنشطة الاقتصادية خاصة بلد مثل تونس يعني اقتصاد صغير وسوق صغير وإذا كم يكونش متفتح على بقية بلدان العالم رههم ينجمش عيش والتفتح يعني بالضرورة الحرية الاقتصادية الدولة ليس لها الحق أن تصادر حق المواطن وحق المؤسسة في حرية الاقتصاد التقرير فسح المجال لعدد من الجامعيين والخبراء للتفاعل أمام اقتصاد يرنو إلى النمو إلى أخبار العالم الآن حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم لربيل الذي استهدف مسجد الروضة غرب مدينة العريش في مصر لتفع إلى مئتين وخمسة وثلاثين قتيلاً وأكثر من مئة جريح وفي كلمة نلقاها إثر العملية توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد وصفه بالغاشم فيما لم تعلن يوجهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على وقع هجوم دام راح ضحيته مئتان وخمسة وثلاثون شخصاً على الأقل وأكثر من مئة جريح اهتزت محافظة شمال السيناء المصرية إثر استهداف مسلحين مسجد الروضة غرب مدينة العريش الذي كان يعجب المصلين أثناء صلاة الجمعة وسائل إعلام نقلت عن مصادر صحية أن المسلحين استهدفوا المسجد بعبوة ناسفة وأسلحة آلية كما تم استهداف سيارات الإسعاف التي تنقل الضحايا حسب ما أفاد به رئيس هيئة الإسعاف هجوم أعلنت على إثره حالة الاستنفار الأمني ورفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى كما تم أيضاً الأمر بفتح تحقيقات موسعة في العملية كما أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية على إثر الهجوم الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا في جميع أنحاء البلاد وفي كلمة ألقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف الهجوم بالعمل الإرهابي الغادر الجبان متواعداً بالرد على هذه العملية ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدينية بالسأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة القادمة هذا هو ردنا سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة في مواجهة هؤلاء الشرزمة المتطرفين الإرهابيين التكفريين وكانت الرئاسة المصرية قد توعدت في بيان لها بعد التفجير كل من شارك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسجد مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من شارك وساهم ودعم أو مول أو حرض على ارتكابه هذا الاعتداد هذه العملية الإرهابية لقت موجة كبيرة من التنديد والإدان العربي ودوليا بموجة استنكار واسعة وبأقصى عبارات الإدانة والتنديد تلقى العالم تفاصيل المجزرة الإرهابية التي هزت مصر اليوم مستهدفة مجموعة من المصلين وموقعة حصيلة ثقيلة من القتل والجرحة مجزرة قال شيخ الأزهر الشريف وكأن منفذيها يريدون توحيد المصريين في الموت والخراب بعد أن استهدفوا اليوم المصلين بالمسجد فيما كان الدور سابقا على الكنائس داعيا إلى الضرب بكل شدة وحسم على ما وصفها بالعصابات الإرهابية ومصادر تمويلها وتسليحها وقد أكدت تونس إثر هذه العملية الإرهابية تضامنها المطلق مع الحكومة المصرية وثقتها في قدرة الشعب المصري على الانتصار على آفة الإرهاب وحفظ أمنه واستقراره الذي يعتبر ركيزة أساسية من أمن المنطقة واستقرارها مجددا الدعوة إلى تضافر جهود المجموعة الدولية من أجل تكثيف التعاون والتعجيل بإرساء الألية الفاعلة والناجعة للتصدي لهذه آفة المقيتة وأثارها الخطيرة على كافة دول العالم كما سارعت جل الدول العربية والإسلامية كالكويت والبحرين والإمارات والعراق وسوريا واليمن والأردن والمملكة العربية السعودية ولبنان وكذلك الرئاسة الفلسطينية للتعبير عن تعاطفها التام مع مصر حكومة وشعبا وقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب الذي يستهدف الجميع دون استثناء ودعت إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاثه وتشفيف منابع تمويله وهو ما ذهب إليه كذلك آمين عام جميع الدول العربية أحمد بلغيط الذي أكد أن العالم مدعون اليوم إلى تسريع الخطى بجدية وفاعلية أكثر لمواجهة الخطر المستفحل للإرهاب في تغريدة على حسابه على تويتر شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عدم التهاون مع الإرهاب والعمل على هزيمة من يقوم وجودهم على الإيديولوجيات المتطرفة عبر المواجهة العسكرية واصفا العملية بالشنيعة والجبانة وقد وصفت بريطانيا هذا الهجوم الإرهابي بالهمجه والمروع والجبان فيما قالت الرئاسة الفرنسية إن ما تعرضت له مصر اليوم هو عمل بشع فعلا وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحكومة المصرية مزيد التعاون لمحاربة الإرهاب نهاية النشرة ومشاهدين الكرام والتذكير بأبرز ما جاء فيها في عالوين وزير الخارجية يؤكد أن تونس لا تنتمي لأي محور في علاقة بعدد من القضايا الإقليمية والنواب يطرحون ضرورة تحيين بيانات الكفاءة بالخارج تقرير حول واقع الحرية الاقتصادية في تونس يكشف جملة عوايق تحول دون تقدمها وخبراء يؤكدون ضرورة الانخراج في خلق الحيوية الاقتصادية ميات القتلى والمصابين في هجوم على مسجد شمال سينا والرئيس المصري يتوعد بالرد عبر قوة غاشبة نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة في النشرة وغير من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسية تي في نقطتها نشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة